الحمد لله وكلهم ضعفاء لا قوي إلا هو والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو لا واتد ولا ماتد إلا هو لا حافظ ولا ناصر إلا هو غافه الذنب وقافه التغب الشديد العقاب للقول لا إله إلا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو ومن يملك السمع والأبصار إلا هو ومن يعلم الجهر والسر إلا هو موسى على الطول حين ناداه قال لا إله إلا هو يونس في بطل الحود حين ناداه قال لا إله إلا هو يوسف في قعر البهر حين ناداه قال لا إله إلا هو إبراهيم في نار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الهي لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومارك وسلم اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوض وآخرها موت إغوالي لنا بدل ضعيف ضعيف وسفر طويل طويل وساد قليل قليل وبحر عميق عميق والصراط دقيق دقيق والميسان عديل عديل والقيامة قريب قريب والحاكم رب جليل جليل وتقول الجنة وعدي وعدي وتقول النار عدي عدي وتقول الكعبة سواري سواري وتقول آدم صفي الله يوم القيامة يا رب نفسي يا رب نفسي ويقول نوح نجي الله يوم القيامة يا رب نفسي يا رب نفسي ويقول إبراهيم خليل الله يوم القيامة يا رب نفسي يا رب نفسي ويقول إسماعيل ذبيح الله يوم القيامة يا رب نفسي يا رب نفسي ويقول دامود خليفة الله يوم القيامة يا رب نفسي يا رب نفسي ويقول سليمان صاحب المملكة يوم القيامة يا رب نفسي يا رب نفسي ويقول يوسف صد对rånه يوم القيامة يا ربي نفسي يا ربي نفسي ويقول سائر الأنبياء عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يا رب نفسي يا رب نفسي ويقول رسولنا ونبينا وهادينا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يا رب أمتي يا رب أمتي ويقول الجليل الجبار جل جلاله وعمل واله حبيبي حبيبي يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون بارك الله بارك الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة إنه هو البغر الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونسترحله ونستغفره ونؤمن به ونتبقى عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يمده الله فلا مضل له ومن يبلله فلا هاتي له ونشهد أن لا إلى ما إلا الله وعده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق مشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإني أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله والمواطمة على ذهن الله أنا خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام والشرق القبول محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل طلالة في النار من أطوى الله ورسوله فقد رشده ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وضوى ربنا اغفرنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رغوف رحيم أطوى الله أبد الشهابي فلضوانك على السابقين الأولين من المهاجئين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين أبي بقل للصديق صاحب رسول الله في الغار والمزار رضي الله تعالى عنه وعمر الفاروق طابع أساس الكفار رضي الله تعالى عنه وحثمان ذي النوريد كامل الحياة والبطار رضي الله تعالى عنه وعليه المردوى أسد الله الجبار رضي الله تعالى عنه على سيد الشباب أهل الجنة الإمامين الهمامين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة السهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عميه المكرمين بين الناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفعون اللهم أجد الإسلام ومنصار وأذل الشرك وأشار اللهم ورفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وتعالى منهم وظل من خضل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يعبور بالعدل والإحسان وإيطاء القربة ويبهى عن الفحشان والملكة والبضل يعظم لعلكم تدد